اشتركوا في القناة عن بالغ الفخر والاعتزاز بالنهج الحكيم والرؤى السديدة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والتي جعلت مملكة البحرين الموذجا اقليميا وعالميا في صوغ مبادرات مؤثرة تدعم مسارات تحقيق السلام العالمي والتعايش السلمي بين مختلف الشعوب والاديان في العالم وربما عليه عن التناء والتقدير لما تقوم به الحكومة الموقرة برئاسة سمول العهد رئيس مجلس الوزراء من جهود حثيثة ومساعد مستمرة لترسيخ اطر ومبادئ السلام في مسارات العمل الوطني وبمناسبة اليوم الدولي للسلام نوها معالي رئيس مجلس الشورى الى ان الصور المضيئة للسلام والعطاءات الانسانية التي تقدمها مملكة البحرين تعكس بانها موطن السلام وملتقى الثقافات والشعوب والحضارات وتترجم التاريخ العريق للمملكة وقيم الاحترام والمحبة والتسامح التي نشأ عليها المجتمع البحريني المتآلف ترجمة نانسي قنقر